اشتركوا في القناة 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 لدينا جميعاً بسكارات الله و تعالى لا يحتاج لهم لمساعدة لا يجب أو سبكار لا تسجد ألا كلاماً و الله و تعالى هذا هو سورة نوات 62 و دو آج المؤسس بعد ذلك لدينا إبقائناً بلحثين ومعهم تقوى هذا كل شيء محتاجين لكي تسجد الله و تعالى لكي تصبح بلحثين لكي تصبح بلحثين وكي تصبح بلحثين لكي تصبح بلحثين نحن نعرف بي أوليك نحن نعرف الله نحن 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 بغير ملاحظة الأخرى تبعرح بملحبه وتبع التحمل الأمثال الى الدنيات المحطة صلى الله عليه وسلم إذا أننا لدينا هذه الوحظات نحن نحن نعرف نحن نعرف عن ذلك نحن نعرف تقوى تقوى يعني بكون نعرف الله تقوى تقوى تمكي تقوى وتطبيقه الله بواسعة من خلاله قمات وغير من خلالات هذا صحيح تقوى تقوى So Allah says such people for them There is good news Glad tidings in this world As well as the next In the narration Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Says that Allah subhanahu wa ta'ala says مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ Whoever has harmed a friend of mine I have announced war against him This is what Allah says And this is why we say Never ever Harm people You may never know Who is the friend of Allah subhanahu wa ta'ala May Allah subhanahu wa ta'ala Befriend us And may he make us From those who are truly his friends